أيام وتنقض المدة القانونية المحددة لإجراء انتخابات للمجلس البلدي المحل في سبتمبر الماضي إثر تقديم ستة عضاء استقالة جماعية تفاديا لمعضلة فضل دور العقاد والدعوة الانتخابات في اكتوبر المصرمة لعدم جهوزية الجدول الانتخابية والتوزيعات الجديدة للمناطق في الدواء الانتخابية العشر وكان الحل في الحل بتشكيل اللجلة مؤقتة لتسيير ما تبقى على جدول أعمال المجلس البلدية وإنجاز المعاملات لمدة شهر مدت إلى شهر آخر وانتهت مع نهاية نوفمبر الماضي رفعت تقريرا نهائيا إلى الجهات المختصة وفيما ينتظر الراغبون في التنافس على المقاعد العشرة إعلان حكوميا لموعد انتخابات جديدة يفترض الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة تبقى ملامح حسم المسألة غير واضحة لدى الكثيرين المشكلة بدأت بتقديم خمسة أعضاء استقالاته من المجلس البلدية بغية ترشح من انتخابات مجلس الأمة ووفقا لقانون البلدية الجديدة ولما كانت الاستقالة للراغب بالترشح لتلك الانتخابات الأرجعة فيها ما سببت عطل الجلسات وفقدان النصاب كان المفترض إعلان خلول مقاعد لإجراء انتخابات تكملية إلى أن عدم جاهزية الجداول الانتخابية قد عطل الجلسات لتكون فترة ستين يوما بعد خلول مقاعد كافية لعودة الجلسات مجددا والتي لم تستمر للاسباب ذاتها قاعة جابر الأحمد المغلغة حتى شعار آخر تنتظر فرجا قريبا من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة لتواصل مسيرة بدأت منذ عقود للمجلس البلدي كان ومزال شريكا في تنمية الوطن بمشروعات تنموية مهمة تحولت في تلك القاعة التاريخية من أفكار ومقترحات إلى واقع حي وحقيقة يلمسها الجميع قاعة بمجلس تنتظر قرارا لعودة نشاط كان بالأمس حيا أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس